بالتشلر حقندا اتكنليك تمرين عن أدوات العطف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأحبة أهلا وسهلا بكم مع الدرس 110 من دروس تعلم اللغة التركية الأجانب المستوى المتوسط فاني يابان جلال ريشين تركشا إسطنبول كتابه بيكي نحن الآن مع قسم القواعد الأول من الوحدة السادسة والأخيرة في هذا الدرس سندرس 12 جملة نطبق عليها أدوات العطف التي درسناها في الدروس السابقة نعيد قراءة أدوات العطف بسرعة أويسكي هلبكي مع أنه أو رغم أنه مارس فإذا به أو هكذا مادم كيب مادونت كذا وكذا لماذا تفعل كذا وهكذا نيبواركي لكن نيزكي مع الأسف نيسكي لحسني الحظ هذه الروابط هذه الكلمات سنضعها في الفراغات فلنخرج الجمل معا ثم نضع الكلمة المناسبة أنا حزين جدا لأجل عائلتي لكن ما باليدي حيلة أنا حزين من أجل عائلتي أنا حزين جدا فراغ لا يأتي شيئون يعني ما باليدي حيلة ماذا نضع في الفراغ هنا؟ نستطيع أن نضع لكن يعني نستطيع أن نضع نيواركي ونستطيع أن نقول مع الأسف والأفضل أن نقول مع الأسف نيازكي اللي متنبير شيئين ميور لكن مع الأسف ما باليدي حيلة الجملة الثانية ماذا قلنا الجملة الأولى؟ نيازكي الجملة الثانية عمي حدث معه حادث سير لكن لحسن الحظ جاءت إلى المال بدل أن تأتي إلى الجسد أو إلى الروح يعني أضراره كانت مادية ولم يصب بأضرار جسدية أم جمبير ترافيك قزاصي يبمش عمي ترافيك قزاصي حادث سير يبمسش عامل عامل حادث سير لأن نقول لكن لحسن الحظ أصيبت سيارته ولم يصب هو بشيء لحسن الحظ ماذا كانت؟ نيسكي جانا جلاجينا بدل أن تأتي إلى الروح يعني بدل أن يموت بدل أن يصاب جسده بجراح ملقى المش جاءت إلى المال يعني تضررت السيارة وهكذا لكنه لم يصاب بأذى إذن نقول نيسكي لحسن الحظ أم جمبير ترافيك قزاصي يبمش نيسكي جانا جلاجينا ملقى المش نعيد الجملة بالعربية عمي حدث معه حادث سير لكن لحسن الحظ لكن لحسن الحظ تضرر المال بدل أن تتضرر الروح لكن لحسن الحظ لم يصب هو بأذى بل أصيبت السيارة أو نستطيع أن نعبر بأشكال أخرى الجملة الثالثة ما شاء الله ما أطولها ضعوا منظراتكم حتى تستطيعوا أن تقرؤوها تقول ماذا تقول الجملة الثالثة؟ نحن نتجمد من البرد أو أو هو أشم يورد لا يبرد وحوانا جزايا ويقول أن الطاقس جميل ماذا نضع في الفراغ؟ كنا نتجمد من البرد لكنه لا يبرد ويقول أن الطاقس جميل نستطيع أن نضع لكن بمعنى أوي سكي نحن نتجمد من البرد لكنه لا يبرد ويقول أن الطاقس جميل الجملة الرابعة 4. جملة هذه هي أيضا أن الطاقس جميلة نتجمد من البرد نستطيع أن نقول لكن مع الأسف لا يدرس جدًا. أماني يزدك كيهيچ چالشميور. أو نستطيع أن نقول مع أنه لا يدرس. رغم أنه لا يدرس ابداً. أماني يزدك كيهيچ چالشميور. أو أويسا كيهيچ چالشميور. الجملة الخامسة. جنويت Tuttiًا كيهي دائم يور possum. لأنني كنت مريضاً كنت لا أستطيع الذهاب إلى المدرسة. كبك إي لا ي Edom تحسنتم بسرعة. الآن ماذا نقول لكن لحسن الحظي تحسنتم بسرعة. إذن كنت لا أستطيع الذهاب إلى المدرسة أو ما كنت أستطيع الذهاب إلى المدرسة، ما كنت أستطيع الذهاب إلى المدرسة لأنني مريب نيس كيشابوك إي لاشتم لكن لحسن الحظ تعافيت بسرعة أو تماثلت للشفاء بسرعة إي لاشتم تماثلت للشفاء الجملة السادسة هذه هي الجملة السادسة كان ديني إش قتش صاهبي زنجين بري olarak تنطمش إذن عرف نفسه بأنه صاحب عمل وأنه شخص غني كندني تنطمش عرف نفسه إش قتش صاحبي صاحب عمل زنجين بري وأنه شخص غني بهذا الشكل كندني تنطمش إذن كندني إش قتش صاحبي زنجين بري olarak تنطمش نابل إش نابل إش نابل مسلي وعنش ليس عنده عمل وليس عنده مهنة إذن نقول فإذا به عرفنا عن نفسه بأنه صاحب عمل وأنه غني فإذا به ليس عنده عمل وليست عنده مهنة ماذا نقول ماذا نقول ماذا نقول كندني إش قتش صاحبي زنجين بري olarak تنطمش ماذا نقول ماذا نقول ماذا نقول ماذا نقول ماذا نقول ماذا نقول الجملة السابعي يذينك جملة إذا كان الفراغ في بداية الجملة فمن المؤكد أن الجواب ما دمك إذن بو بير بيرام قنو هذا يوم عيد بو هذا ببيرام قنو بير بيرام قنو بير بيرام قنو يوم عيدين كس أولان إنسانلار برشمل المتخاصمون يجب أن يتصالحوا إذن نقول بما أن اليوم عيد فعل المتخاصمين أن يتصالحوا ماذا نقول ببيرام قنو كس أولان إنسانلار كس أولان إنسانلار مادام هذا اليوم عيدون فعل المتخاصمين أن يتصالحوا أو بما أن هذا اليوم عيدون فعل المتخاصمين أن يتصالحوا مادام كيبوا بيرمقونوا مادام كيبوا بيرمقونوا كسوان insanlar بارشمال sonraki جملة الجملة التالية 8. جملة الجملة الثامنة أو هيتش دو شن مادان إنسان لرقوانير يفق بالناس من دون تفكير هو يفق بالناس من دون تفكير أو أبدا هو هيتش دو شن مادان من دون تفكير أبدا إنسان لرقوانير يفق بالناس هو يفق بالناس من دون تفكير أبدا أو نعم من دون تفكير بدون تفكير بدون أي تفكير هو يفق بالناس من دون أي تفكير نستطيع أن نقول لكنني لست هكذا إنسان نستطيع أن نقول لكن لحسن الحظ أنا لست هكذا شخص نستطيع أن نقول لكن لحسن الحظ نستطيع أن نقول مع الأسف لست هكذا يعني نيزكي بان اويل بالإنسان حسب ما نريد أن نقوله يعني هو يفق بالناس بسرعة من دون تفكير لكنني الأفضل أن نقول لكنني لست هكذا حتى نكون محايدين يعني نمواركي بان اويل بالإنسان الجملة التاسعة دوكزنج جملة أنا درست بالإنسان صنير دم كنت أظنه شخصا فقة كنت أظنه فقة كنت أظنه درست بالإنسان إنسان موثوق به يعني فقة كنت أظنه فقة كنت أظنه شخصاً فقة أو شخصاً موثوقاً فإذا به أحد الكاذبين نقول فإذا به إذن مارس أنه درست بالإنسان صاني يوردم مارس كنت أظنه شخصاً موثوقاً فإذا به أحد الكذابين وننجو جملة الجملة العاشرة كان علي أن أخبرك ونطمشتم ونطمشون نسيته مثلاً أقول لسوء الحظ نسيته ونستطيع أن نقول لكنني نسيته ونطمشون نستطيع أن نقول أشياء أخرى ربما لحسن الحظ أنني نسيت يعني نيسكي ونطمشون يعني إذا أردت حسب السياقة إذا كنت أريد أن أقول لحسن الحظ أستخدم نيسكي لسوء الحظ نيازكي أردت أن أستخدم فقط لكنني نعرفكي وهكذا يعني ليس دائماً لسنا مضطرين دائماً لأن نستخدم نفس الأداة قد إذا كنا متفائلين نستخدم لحسن الحظ متشائمين لسوء الحظ إذا أردت أن نقول لكن فقط نقول نيسكي مرة أخرى يقول أنه سيعمل حتى ساعات متأخرة ينا مرة أخرى جيت ساعة لرا كدر حتى ساعات متأخرة إن شاء الله شجاء أنه سيعمل سويل يور مرة أخرى يقول أنه سيعمل حتى ساعات متأخرة اون براز دينلمسي عليه ان يرته نستخدم نقول لكن عليه ان يرته نواركي اون براز دينلمسي نعم نستخدم نقول مع أنه يجب أن يرتح أو مع أنه ينبغي أن يرته حلوق أو أو اساキي اون براز دينلمسي ينا كدر stat caught سعrospectة بالقادم حلوق أو اساكي أيضاً أو مرة أخرى يقول أنه سيعمل حتى ساعات متأخرة مع أن عليه أن يرتاح قليلاً الجملة الثانية عشر لا يكون عندهم أطفال يعني عندهم عقم لا ينجبون الأطفال بما أنهم لا ينجبون فليفكروا هم أيضاً بالتبني أو ماذا نقول بتربية يتيم نستطيع أن نقول مثلاً يعني أو بالتبني بتربية يتيم بتنشئة طفل مغريب بما أنهم لا ينجبون فليفكرهم أيضاً بالتبني بما أنهم لا ينجبون فليفكرهم أيضاً بالتبني التمرين انتهى لا تنسوا كتابة هذا التمرين على الدفتر استخراج الكلمات الغريبة واستخدامها في جمال مفيدة التركيز على هذه أدوات الربط هذه فهي مفيدة جداً جداً في الكلام ولا تدخلوا علينا بنصائحكم واقترحاتكم وانتقاداتكم البناء على العناوين الموجودة في مربع الوصف ولا ننسى أن نجد شكرنا للمنتسبين إلى هذه القناة الدائمين لها دعم القوياً أو متوسطاً أو ضعيفاً فبجهودنا معاً يستمر هذا العمل ويزدهر ويثمر والضوء كأنه يؤلم عيوني تامتي البسمة مترخصة على شفاهكم والفرحة مليئة لقلوبكم ودمتم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله